السؤال السابع عشر أي من العبارات التالية تصف المثلثين في الأسفل؟ لاحظوا أن قياس زاويتين من زوايا هذا المثلث هي 90 درجة والأخرى 60 درجة مجموع قياس زوايا المثلث يساوي 180 درجة 60 زائد 90 يساوي 150 وعليه قياس هذه الزاوية في الأعلى يساوي 180 ناقص 150 ويساوي 30 درجة الآن انظروا إلى المثلث الآخر هذه الزاوية 30 وهذه 90 بالمثل قياس هذه الزاوية يساوي 60 وبما أن قياس جميع الزوايا في المثلثين متساوية فهدان المثلثان متشابهان وفي المثلثات المتشابهة النسبة بين أطوال الأطلاع متساوية أيضاً بمجرد النظر إلى المثلثين ستلاحظون أن النسب متساوية لكنهم أعطونا في الرسم طول الوتر وهو الضلع المقابل لزاوية 90 درجة إذن النسبة تساوي 1 إلى 1 وعندما تكون الأطلاع متطابقة ونسب الأطلاع 1 إلى 1 ويكون لديكم قياس واحد من الأطلاع فيمكنكم إيجاد أطوال الأطلاع الأخرى وكما تعلمتم في دروس الهندسة إذا كان لديكم شكلان متشابهان وكانت إحدى الأطلاع المتناظرة متطابقة فالشكلين متطابقين إذن هذان المثلثان متشابهان ومتطابقان والإجابة الصحيحة هي A السؤال الثامن عشر إذا كان المثلث GHI مشابه للمثلث JKL فأي العبارات التالية صحيحة؟ تذكروا أن هذا الرمز يشير إلى التطابق أما هذا الرمز فيشير إلى التشابه حسناً، بما أن المثلثين متشابهان نعلم أن النسب بين الأطلاع متساوية أو أن قياس جميع الزوايا متساوين الخيار الأول المثلثان مختلفاء الأطلاع وهذا ليس صحيح بالضرورة فيمكن أن يكون لديكم مثلثان متساوية ساقين ومتشابهين الخيار الثاني المثلثان فيهما زاوية حادة واحدة فقط وهذا خاطئ فبمجرد النظر إلى المثلثين واضح أن فيهما أكثر من زاوية حادة واحدة الخيار الثالث هناك على الأقل زوج من أطلاع المثلثين متوازن وهذا خاطئ أيضاً فلا يهمنا اتجاه المثلثات الأطلاع المتناظرة في المثلثين متناسبة وهذه إحدى الطرق لمعرفة تشابه شكلين معاً إذن الإجابة هي D السؤال التاسع عشر في المثلثين في الأسفل الضلع AC متطابق مع الضلع DF والزاوية A متطابقة مع الزاوية D أي هذه الزاوية متطابقة مع هذه الزاوية ما هي المعلومة الإضافية اللازمة لإثبات أن المثلث ABC يتطابق مع المثلث DEF؟ الخيار الأول AB متطابق مع DE هذا الضلع متطابق مع هذا الضلع في هذه الحالة يكون المثلثان متشابهين وذلك بحسب مسلمة متطابقة الضلعين وزاوية محصورة بينهما SAS إذن الخيار الأول صحيح AB متطابق مع BC هذه العبارة غير مفيدة فهي لا تخبرنا كيف يرتبط AB بDE والخيار الأخير BC متطابق مع DE أي هذا الضلع وهذا الضلع لاحظ أن هذين الضلعين ليسا متناظرين حتى فهذه العبارة غير مفيدة السؤال الأخير إذا علمت أن الضلعين AB وCD يتقاطعان عند النقطة E فإن الزاوية واحد تتطابق مع الزاوية 2 أي هذه الزاوية وهذه الزاوية متطابقتان ولاحظوا أنهما زاويتان داخليتان متبادلتان أي نظرية أو مسلمة يمكن استخدامها لإثبات أن المثلث AED يشابه المثلث BEC أولاً تعلمون أن الزاويتين 3 و 4 متطابقتان لأنهما متقابلتان بالرأس وبما أن 1 و 2 متطابقتان و 3 و 4 متطابقتان أيضاً فهذا يعني أن هذه الزاوية وهذه الزاوية يجب أن تكون متطابقتين ففي مثلثين إذا كنتم تعرفون أن زاويتين متطابقتان فهذا يعني أن زوج الزاوية الثالث متساوين أيضاً إذن المثلثان متشابهان وهذا بحسب مسلمة تطابق زاويتين AA أي الخيار الأول وبهذا ينتهي الحل ترجمة نانسي قنقر